السلام عليكم أنا محمد دومير ومازلنا مع أمجاد الجزائر المحفوظة والموثقة في كتب التاريخ واليوم هذا كتاب بعنوان قاموس الجغرافية العالمية وهو كتاب باللغة الإسبانية للمؤلف تاعه سيباستيان مينانو المولود في 1779 وهو كاتب وصحافي ومؤرخ إسباني الكتاب تألف في بداية سنوات 1800 وتنشر عام 1828 وحبين نكتبسوا منه اقتباس وشهادة قديمة كيفاش كانوا يشوفوا في الجزائر في هذا الوقت بأعين أوروبية في صفحة 76 تطرق المؤلف للتعريف بكلمة الجزائر وقال هي دولة تقع على البحر الأبيض المتوسط وتتسع جنوبا إلى الصحراء وبلاد التمر وتحدها تونس من الجهة الشرقية وقال أرضها خصبة ومنتجة وجبالها فيهم المعادن ومناجم تاعد ذهب والفضة والحديد والرصاص والشب والملح وفيها مصانع للصوف والقماش ويقول تلقسم الجزائر إلى ست مقطعات أو ولايات اللي هما الجزائر قسنطينة معسكر التيطري وبلاد القبائل وأما في وصفه للشعب الجزائري قال الجزائريين شعب مسلم تتميز شخصية الفرض تاعه بالقسوة والصلابة ويتميز الكور تاعه بالقوة والبنية الطويلة الفارعة اللغة التاهم هي اللغة العربية وعددهم كشعب جزائري حوالي مليون ونصف مليون جزائر نتمنى تكون هذه معلومة إضافية للمعلوماتكم التاريخية